النقطة الأهم في الاتفاق بعد وقف النار هي التوافق حول إنتاج وتصدير النفط لنتعرف مجددا على أهم حقول ليبيا نفطية تقع معظم حقول النفط الليبية في مناطق تخضع لسيطرة الجيش الوطني الليبي هذا الجيش الذي يسيطر على حقول الجنوب كالشرارة الذي يظهر هنا وكذلك أيضا حق الألفيل النفطي وهي التي تعمل بصورة متقطعة لمشاكل لوجستية فيها حكومة الوفاق تسيطر في الغرب على ميناء الزاوية وكذلك أيضا على مجمع مليطة النفطي تسيطر ميليشيات متحالفة مع الوفاق على حقل الحمادة الذي هو يقع جنوب العاصمة طرابلس منطقة الهلال النفطي قرب بنغازي في الشمال الشرقي لليبيا تعتبر هي من أكبر المناطق لإصدار النفط الليبي تضم حقول النفط التي يشكل إنتاجها نحو 60% من صادرات ليبيا النفطية تضم موانئ الزويتينة والبريقة والسدرة ورأس لانوف هي تعتبر من أهم الموانئ هناك حيث يعتبر الميناء الأخيران من أكبر موانئ تصدير النفط في الشرق الأوسط كامل إغلاق موانئ الزويتينة والسدرة ورأس لانوف والبريقة في الشرق يتسبب في خفض الإنتاج بالنسبة 500 ألف برميل يوميا من النفط فقط نتابع أيضا بتطورات أخرى حيث أعلان المجلس الرئاسي والبرلمان في ليبيا وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة يأتي في توقيت تشهد فيه الساحة في طرابلس حالة احتقان متصاعدة من دور المرتزقة السوريين في البلاد خصوصا مع ممارسة وزير داخلية الوفاق فيما وصف بتهميشا للميليشيات وتعزيز دور المقاتلين الأجانب